ينضم إلي إذن مشاهدين من واشنطن رامي جبر مراسل أقاهرة الإخبارية أهلا بك رامي إذن هناك أصداء في الولايات المتحدة الأمريكية لعملية انتحار أرون بوشنل المجند والطيار الأمريكي والتي قام بها احتجاجا على ما يدور في غزة وخاصة أن هذه الأصداء تتوافق مع بعض الآراء في الشارع الأمريكي وفي بعض الجهات الأمريكية والمؤسسات الأمريكية ماذا لديك في هذا الشأن؟ مرحبا أميمة في الحقيقة بالفعل الحادث كان له أصداء في الولايات المتحدة وفي اليوم التالي لهذا الحادث تجمع عدد من المتظاهرين حول السفارة الإسرائيلية وكانوا يقيدون الشموع لتكريم آرون بوشنل الجندي الذي أحرق نفسه أمام السفارة هذا على المستوى الشعبي وإن كان هناك نوع من التهوين من جانب وسائل الإعلام ومن جانب الإدارة الأمريكية ولكن التقرير الأخير الذي جاء من انترسابت المؤسسة المعنية بحرية المعلومات يقول أن الولايات المتحدة أرسلت في نهايات نوفمبر الماضي مجموعة من الضباط للمشاركة ضباط القوات الجوية للمشاركة في الضربات الجوية التي تشنها إسرائيل على المدنيين في غزة هذه التقارير لم تؤكدها حتى الآن وزارة الدفاع الأمريكية ولا أي جهة رسمية ولكن هذه التقارير تتحدث عن أن هؤلاء الضباط كانوا بالفعل يشاركون في هذه الضربات الجنرال بات رايدر المتحدث باسم البينتاجون كان يتحدث في هذا الشأن وكان رده هو أن هؤلاء كانوا موجودين فقط للمشورة وأنهم لم يشاركوا بالفعل في هذه الضربات ولكن التقرير في النهاية إذا ما أخذناه بعين الاعتبار فإنه يطرح فكرة أن آرون بوشنل الجندي في القوات الجوية الأمريكية يبدو أنه شاهد شيئا ما بعينيه نظرا لعمله في القوات الجوية سواء كان مبعوثا إلى إسرائيل مع من بعثوا إلى هناك أو شاهد معلومات ما من خلال عمله في القوات الجوية تثبت أن الولايات المتحدة شاركت إسرائيل في عملية الإبادة الجماعية ضد غزة وبناء عليه قال ما قاله في الفيديو الشهير قبل أن يقوم بإحراق نفسه ويقول مراقبون أن أسباب آرون بوشنل الآن بعد هذا التقرير تضح أنها ليست سياسية وإنما شخصية أيضا شخصية بمعنى ماذا شخصية؟ لأن البعض اتهمه بأنه مختل نفسيا أو بأنه شخص غير سوي وبالتالي حاولوا إرقاء اللوم عليه في هذه أو تصويره في هذه الصورة لإبعاد الموضوع عن أي شبهة سياسية هل هذا هو المقصود؟ لا أميمي ليس هذا هو المقصود بأسباب شخصية أي أن آرون بوشنل اطلع شخصيا على معلومات من خلال عمله في القوات الجوية هذه المعلومات لم يطلع عليها أحد إلا من يعمل في القوات الجوية هذه المعلومات لم تكن وليست قابلة للنشر حتى الآن وبناء على هذه المعلومات تبنى هذا الرأي ولكن كل التقارير التي تتحدث عن أنه يعاني نفسيا أو يعاني من مشاكل نفسية هي تقارير غير صحيحة وغير مؤكدة رسميا والبنتاجون وهي الجهة المنوطة بمثل هذا الإعلان أو القوات الجوية لم يتحدثوا عن أي شيء يخص الصحة النفسية لآرون بوشنل نعم ربما هي وسائل الإعلام فقط الأمريكية التي تحدثت عن هذا الأمر رامي وربما أيضا البنتاجون يحبس أنفاسه الآن كي لا يكون هناك أكثر من أرون بوشنل في وزارة الدفاع الأمريكية ممن هم يتبنون نفس الموقف شكرا جزيلا لكم تماعي من واشنطن رامي جابر مراسل أقاهرة الإخبارية اشتركوا في القناة